أثارت حزمة من القرارات والمرسيم التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد في عام 2023 اعتراض قوى سياسية ومدنية في البلاد ورأت فيها آلية لقمع الحريات بحطة انتخابية جديدة في مسار أعلنه الرئيس قيس سعيد منذ يوليو 2021 انتخابات محلية تجرى للمرة الأولى في البلاد وفق نظام الاقتراع على الأفراد عوضا عن القوائم الحزبية الانتخاب أكثر من ألفين مسؤول محلي في كافة أنحاء البلاد يتم اختيار 279 مرشحا من بينهم لعضوية مجلس الأقاليم والجهات والذي يشكل الغرفة الثانية في البرلمان التونسي اللي نحبه أنا مش يحبه هو بش يقول يا بش نعمل بش نعمل هذه ما ناكلوش منها أنا شنو نحب نحن الحومة ذيك شنو نحبه لو نستحقونا جلسي ما عملوهون يخدم حلق وليتا بش يسترزم ما يلقاش حتى شي معنا ما ينجمش لي خلص كريه لنجم يخدم ليعمل ليصف على دار هذا هو الوضع اللي كان مش يساعدنا عليش لي من تخوش انتخابات محلية وفق تقسيم جغرافي وإداري جديد يدعم بالنسبة إلى مؤيد الرئيس قيس سعيد التوجه نحو تمثيل التونسيين من القاعدة إلى المركز ويعزز مبدأ المركزية في إدارة شؤون البلاد الفكرة التشريعية اللي هي تقسمت بين غرفتي غرفة للتشريع القوانين وغرفة للبحث عن المشاريع التي يمكن تحويلها إلى برامج اقتصادية أغلب الأحزاب السياسية تعارض مشروع الرئيس سعيد وترى أن هذه الانتخابات تفتقد إلى الشفافية وتتهم سعيد بالضغط على السلطة القضائية عبر ما تقوله إنه تلفيق تهم إلى عدد من المعارضين السياسيين غياب أي أدلة تدين المعارضين المسجونين يخليهم يمنعوا أتداول لأنه ليس لديهم أي حجة بل الموقفين هذو ما بحسب هيئات الدفاع لم يستجبهم يتم استجوابهم لمرة واحدة أو مثل ما بكل بالنسبة لسي جوهر بن مبارك وهذا يدخل في إطار تزوير المناخات السياسية التي تأثر على الانتخابات أحد أبرز القوانين التي أرساها الرئيس سعيد المتعلق بالمرسوم 54 مرسوم جاء وفق السلطات لمكافحة الثلب والتضليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمقتضى هذا المرسوم حصلت عشرات الإحالات على التحقيق شملت مواطنين سياسيين ومحامين وصحفيين قانون ترفضه أغلب القوى السياسية والمدنية في البلاد وتراه آلية لقمع الحريات أزمة سياسية مستمرة تتزامن مع واقع اجتماعي واقتصادي يترقب تونسيون حلولا عاجلة بشأنه مع بداية العام 2024 أميمة بن خلف المشهد تونس ترجمة نانسي قنقر